موسيقى يعني الحقيقة الفقرة اللي جاية دي انا فقرة انا شخصيا عايز اعرف عنها حاجات كتير اي حاجة فيها تكنولوجي اي حاجة ممكن تنقلنا اي حاجة ممكن تنقل التعليم خصوصا انت في دولة ما بقيتش بتبص على مبارح ولا بتبص دلوقتي يعني دولتنا بتبص على بكرة وبكرة البعيد يعني مش حتى بكرة اللي هو كمان سنة سنتين لا احنا بقى عندنا دولة بتبص معاك باستراتيجية بعيدة وده اللي بيبني الدول في مؤتمر مصر تستطيع كان فيه ملف تطوير التعليم بتطبيق البرمجيات وطبعا احنا عارفين انه مصر طول الوقت يعني بتقطع شرط كبير جدا في مجال التطور سواء ده كان فيه مستوى الاتصالات او زي ما قلت لحضراتكم البنية التحتية او حتى في التعليم اللي الدولة بتحاول كمان تقفز به يعني حتى لو فيه ناس طول الوقت تتكلمك على التعليم وعايزين وعايزين فتحس ان الدولة يعني بتحاول ان هي تنقل في حاجات سريعة جدا نقدر نعمل شرط كبير خصوصا ده حاصل وكلنا يمكن بدأنا نشعر به في استخدام كبير جدا لاحدث التقنيات لتطوير منظومة التعليم النهاردة انتم معارفين كمان انه الشباب والناس اللي بيشتغل على التاب واللي بتعلمه واللي بدخله اونلاين والشباب كلهم عموما بيتعاملوا على السوشال ميديا والبلاتفورم وكل الحاجات لكن الاهم انه يطور نفسه بالتعليم يعني نعرف نقول برمجيات ازاي ممكن تطور كل ده دكتور يعني عندنا طبعا هيكون معانا في الزفتي دكتور مهندس دكتور رشيق حسن المراغي هو الرئيس التنفيذي لشركة صافي كواليتي للبرمجيات الهندسية اللي هيحدثنا على كل هذه الاشياء وحيكون ابرز المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وهو كمان صاحب مبادرة تطبيق البرمجيات في تطوير التعليم مساء الخير يا دكتور مساء الخير حضرتك طبعا حضرتك من كندا في الجو عندنا هنا بالنسبة لك يعني دافي جدا لا افضل بكتير من هناك افضل بكتير لان في حوالي نقص 40 يمكن انبارحه النهاردة اكيد طيب دكتور احنا لما بنسمع عن البرمجيات وازاي نقدر احنا زي ما انا قلت مصر ما بقيتش بتبص بكرة ولا بعده احنا بنقفز فعشان انا والعالم كله دلوقتي بيروح ناحية التكنولوجي العالي اشرح لي كده بشكل بسيط فمصر تستطيع حضرتك ابرز المشاركين المبادرة اللي حضرتك بتقدم والله ده حضرتك سؤال مهم جدا وهحاول ارد عليه على قد ما اقدر واحب بس يعني اذكر حاجة سيادة الوزيرة نبيلة مكرم قالتها بخصوص هذا الموضوع فهي بتقول العلم طريقنا لتحقيق اعظم الانجازات في الجمهورية الجديدة لبناء الانسان يعني في علاقة مباشرة دلوقتي بين هدف الجمهورية الجديدة والعلاقة بين العلم وبناء الانسان تمام فدلوقتي يعني في اطاق هذا الانسان يعني احنا عندنا دلوقتي شباب طلعين من جمعات كتير لان سابقا كان في مثلا في وقتنا جامعة القاهرة اسكندرية عن شمس لكن النهاردة في جماعات كتير ففي خرجين كتير من الشباب وعاوزين نلائلهم فرص عمل وفرص مش بس فرص عمل مهاصل العمل محن ممكن نشوف فرص عمل بس طبعا العائد منها مثلا يبقى متوسط لا احنا عاوزين فرص عمل العائد منها مرتفع تمام ده دي اللي هي الدول المتقدمة ومصر طبعا ماشي في هذا الاتجاه لان لما هنشوف يعني اللي بيحصل في مصر حاليا وانا طبعا يعني عايش بره معظم الوقت ففيه تطور كبير جدا يعني القفزة اللي مصر بتعملها دلوقتي لا يمكن اي حد ما ينتبهش لها بس دي كمان بتدي يعني احتمالات ان نشوف احنا ازاي نقدر نشارك فيها لان طبعا يعني كالترخير الرئيس السيسي عمل اللي يقدر عليه بس اللي حواليه او اللي زينا او المسؤولين لازم يعملوا برضو كله يمدي ايده بالضبط ما نقدرش بس نتفرج على الحاجات الكويسة على الانجازات طيب فيه ابتكارات وفيه تطوير بالضبط طيب كلمنا بقى يعني البرمجيات بالضبط بزبط بس انا هتكلم بالنسبة اللي احنا بنعمله فيه الانشائي وبعد كده ممكن ناخدوا الصورة دي ممكن نعمل زي ما داما بنقول بالطريقة الرياضية ماتريكس ونملاها كل ركن منها ياخد ياخد شق يعني مثلا دي الهندسة ده الطب ده التجارة وهكذا بحيس دي مهمة جدا لان الدول المتقدمة مثلا في التكنولوجي زي الهند الدخل بتاعهم وصل حوالي 400 أو 500 مليار جنيه بس من التكنولوجي طبعا لأنه للهند تبنت هذا مشروع يعني احنا من التكلم على الهند ونقول ايه اكتر الدول في البرمجيات عالية لازم يقفز اسم الهند وانا بقول لحضرتك يعني مصر ملهاش يعني حاجة تنقصها وتنقصها عشان توصل للمستوى ده هي بس يعني عاوزة تفكير وعاوزة تنظيم وعاوزة يعني البرامج القومية اللي بنقول عليها والحاجات دي لازم رؤية واضحة على اساس نوصل لهذا طب ندخل بقى في الرؤية بالضبط فدلوقتي اهم حاجة بالنسباننا او اللي انا عاوزة تكلم عليه بصراحة الشباب اللي طالع من الجامعات طبعا الأجيال السابقة اللي هي تعودت على حاجات معينة حتى في المجال بتاعنا اللي هو تعود على برنامج جاي مش عارف منين بيتعود عليه وبيستخدمه بنجاح وكل حاجة كان فيش مشكلة بس انا بتكلم على مثلا لو كنا بنتكلم على توطين تكنولوجي زي اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي بنظر الى الشباب اللي هو هيبقى عنده انفتاح زهني بحيث يتقبل ويتعلم وبعد كده هيلاقي في ايده ادوات اقدر يطور اقوى من اللي موجود حاليا وهتبقى بطريقة سهلة وهذا فطبعا دي هنتكلم فيها فالشباب دلوقتي بيطلع من الجامعات درس يعني لو بنتكلم بالناسبة الهندسة الانشائية او الهندسة عامة درس الهندسة بطريقة جيدة جدا في الجامعات المختلفة سواء حكومية او خاصة او كذا او عاملين اتفاقات مع اوروبا او كندا او امريكا ما فيش اي مشكلة في دي بس خلينا نقول ان بعد ما يتخرج وهو لازم يشتغل في مجال معين ويصمم هيصمم ايه احنا في المجال بتاعنا عندنا اربع اربع مجموعات تصميم مباني بنتكلم على مباني جميع انوع المباني ممكن تبقى مستشفيات ممكن تبقى جامعات ممكن تبقى منازل ممكن تتعامل بالحديد بالاسمنت بالخشب او باستخدام البيئة او بالزبط اه تمام فهيلاقي فرص واسعة جدا في المجال ده مجال تاني احنا يعني عندنا هايك بتقول هنا على التطبيقات بزرق استخدام التطبيقات جديدة بأشياء حديثة لازم هتدي له فرصة انه كمان يطور بزرق يشتغل عليها ويطور يعني حضرتك مثلا المهندسين اللي عندنا في امريكا او كندا الزغيرين انا بتكلم على الزغيرين ما بتكلمش على الشركات الكبيرة اللي عاوز يروح يشتغل في شركة كبيرة اهلا وسهلا ما فيش مشكلة بس عدد كبير من المهندسين اللي عندنا اللي بتخرجوا في خلال سنة او اتنين ممكن ياخد خبرة شوية في حتة ولا في مكان حكومي او برايبت ولا حاجة وبعدين عاوز يعني زي ما تقولي زي مثلا ما يكون عندنا حمامة عصفور عزة طير بجنحتها اه فعاوز يبتع الشركة اه فهو ده اللي انا بهدف اليه يعني فنفرض مثلا وحنا حضرتك بتكلم على مثلا ممكن يكون اللي انا كنت بقول عليه المشروعات الصغيرة الصغيرة حضرتك هي دي اهم حاجة طبعا عصف مش هنيجي النهاردة نلاقي شركة ملت ناشنال ونتكلم عليها دول خلاص يعني عندهم سيستيم وعندهم لا مصبوط لكن لو بنتكلم على المشروعات الصغيرة يعني احنا مثلا فنفرض ان عندنا مثلا الف شاب طالين من الهندسة تمام من جميع الاماكن انا بكلمش على القاهرة بس تمام بكلم على الصعيد والريف والساحل وهكذا مفيش مشكلة الف واحد احنا ممكن ندي لهم البرنامج اللي هو هيبقى في التخصص بتاحهم انا بتكلم بعد ما يخرجوا من الجامعة لان الجامعة خلاص انتهينا يبقى دلوقتي دورنا احنا في تدريب هذه الفئة من المهندسين وتسلحهم بحيث ان كل واحد منهم ممكن الهيئات اللي موجودة تبتدي تدلهم مشاريع مشاريع صغيرة وممكن حتى يتلموا مع بعض ثلاثة اربعة او خمسة ويبقى عندهم مكتب صغير ويبقى عندهم مكتب صغير مصبوط وعندهم عشان نشرح للمشاهدين وعندهم تطبيقات معينة بيتدربوا عليها يعني مثلا خلينا ندي مثال يا دكتور يعني احنا مثلا لو بنتكلم عن انا مثلا هعمل قرية في سعيد مصر وعايز استخدم مثلا البيئة المخيطة وعايز استخدم مثلا الشمس في حاجات كتير فاذا هنا هيبقى عنده فرصة يدخل ده تطبيق على الكمبيوتر بتاعه من خلال برنامج معين ويبدأ ينفذ ده بالزبط ده سليم في اي مكان ممكن الكلاي ده نتم وفي اي مجال يعني دلوقتي بطريقة بسرعة جدا انا مش هخش في التكنك الكتير لكن احنا اتكلمنا على المباني ممكن نتكلم على الكباري بجميع انواحها الكباري طبعا يعني ممكن يبقى فيه استخدام اكتر ليها اكيد يعني فيه مهندسين متخصصين مثلا في الكباري مش بس تصميم الكباري صيانة الكباري وده ممكن مقاوي مجدا لانه انا مش بعمل الكبري انا كمان عايزة يبقى منصان طول الوقت فالاماكن اللي احنا عايشين فيها معظم المال بالنسبة للكباري في صيانة الكباري ما بيبنوش كباري كتير زي مصر لان مصر كان ناقصها فبنت كتير وبتبني وهيكمله لكن السيانة مهمة جدا يعني دلوقتي دلوقتي حاليا يعني نفهم الموضوع ده لان انا فاكر لما كنت بكلم بعض المهندسين الشارعين بكلم على على التصميم كل واحد كويس قوي فاهمين بعض لكن لما كنت بكلم على الافاليويشن او الصيانة الحديث اتغير طبعا فا اذا انت حضرتك بتفكر ان انا لما يعني اعمل المنشأة اللي هعملها اي ان كانت كباري او غيره لازم اكون حاطت في خطتي السيانة هتبقى عاملة حاليا مهمة جدا لان لو اتأخرنا عليها هيبقى تكلفها عالية جدا اكبر وحخصر اللي انا عملته وبعدين مش هيبقى عندنا النوهاو العلم ازاي نعملها ازاي نعملها لان دي اكواب مفاليه لان انا لو اعمل سيانة دورية بانتظام فانا اذا حميت مشروع خلي اسمحلي اكمل ده بعد الفاصل يعني هناخد فاصل قصير حقيقة هو موضوع مهم جدا احنا طول الوقت بنقول يا ترى نقدر نعمل ايه وازاي نقدر نستخدم يعني التطبيقات والبرمجيات زي ما الهند قدرت تقفز بالاقتصاد بتاعها وبتطور بتاعها بالبرمجيات زي تقدر تخلي كل حاجة على التكنولوجيا اللي هي موجودة تحت ايدك طول الوقت فاصل قصير ونرجع نستكمل باقي النماذج ونقدر نعرف برضو بعض المعلومات مع دكتور رشيق حسن المراغي نستكمل الحديث سعودوا الينا بعد قليل حقيقة كنت بتكلم مع يعني مهندس دكتور رشيق حسن المراغي وإحنا بنتكلم إحنا ما عندناش مشكلة في مصر يعني يمكن النموذج الهندي في البرمجيات لما بنتكلم لو أنت بسيت كده على الهند بشكل يعني كبير بسيت على الخريطة فهتشوف يعني كمية يعني التعدد بقى من الديانات ما بيتكلموش نفس اللهجات ونفس اللغات والحقيقة فيه اختلافات كتيرة جدا نسبة الفقر العالية عندهم مشاكل كتير ولكن في العلم متفوقين وعندهم مشروع زي مشروع البرمجيات والكمبيوتر والصناعات واقتصادهم عالي جدا لأن هم بيشتغلوا طول الوقت وبيبحثوا في العلم ده حقيقة يعني كان موذج يعني طيب أنا عايزة أرجع مع حضرتك كنا تكلمني على أنك حقيقة قلت أنه لو بنعمل الكباري فإذا قدام أن أنا أقدم مشروعات زي الكباري أو بنية تحتية قوية زي ما مصر بتعمل فإذا في نفس المشروع لازم يكون عندي الصيانة آه ده مجال مهم جدا وممكن الشباب اللي هما هيتخصصوا في هذا الموضوع دي تفتع فرص عمل كبيرة جدا لأن الكباري في كل حتة وفي كل مكان وهتحتاج المجهود ده وده مجهود علمي هندسي يعني ما هواش بالتقريب فده مجال الموضوع الثاني الكهرباء يعني احنا متخصصين جدا في تصميم أبراج الكهرباء والمحاولات والتلي كومينيكيشن اللي هي أبراج تلي كومينيكيشن والإنارة في الشوارع في الهايويز يعني عندنا 15 برنامج مختلف وفي برامج متخصصة جدا اللي هي عندنا مش موجودة فيها حتة تانية طيب أنا برضو عشان الناس تبقى عارفة البرامج دي تبقى صلحة لمن طلاب المدارس ولا ما بعد الجامعة ولا الجامعة والله حضرتك هو طبعا في الأول لو هنرجع 10 أو 20 سنة حتى في كندا أو أمريكا مكنوش بيستخدموا البرامج بالطريقة دي لكن دلوقتي اتغير يعني جامعات اللي احنا بنتعامل معاها وعندها التكنولوجي بتاعتنا كان الأول سنة ثالثة ورابعة دلوقتي من سنة أولى في الجامعة في الجامعة يعني ليه لأنه لما يتخرج من الجامعة بعد ما أخذ العلم من أستاذه والأستاذ الكبار لموجودين كل عدة وموجودين في مصر برضو ما هو ده لازم زي عصفورة أو حمامة هتصير بجناحتها هيبقى مسؤول على التصميم اللي بيعمله ويعمله بإيه هيعمله بس بإيده ولأ محتاج تكنولوجي فأنت هدريك بتتكلم على منظومة التعليم في مصر أن يدخل في الجامعات ولا ما قبل الجامعات والله يعني كل ما يدخل لا الجامعات بس كل ما يدخل بدري يبقى كويس يعني ممكن بعد الأسات زي يقولوا سنة ربعة عشان المشروع التخرج الدنيا اتغيرت دلوقتي فيه مشروعات تخرج كتير فيبقى عنده برمجيات معانة ويدخل مشروع عليه وده بقى حاصل في عدد من الكليات الحقيقة بقى حاصل يعني احنا عاوزين الطالب اللي هيطلع من الجامعة أنا بتكلم على الهندسة الإنشائية بس أنا زي ما أقول لحضرتك من الأول اللي أنا بقول لدلوقتي في الموضوع ده ينطبق على أي موضوع تاني بس أنا أتكلم على الهندسة الإنشائية احنا عاوزينه لما يتخرج من سنة ربعة وإحنا بنقول قدرته إيه لأ نديله مسئولية يبتجي يصمم يا مباني يا كباري فيبقى مشروع التخرج بتاعه وتصميم هو بيبقى عندهم مشاريع تخرج كده بس يمكن بتبقى ورقية أو كانت ورقية ما هو شبها بك المسئولية في الحاجات اللي زي كده أو في تصميم الحفارات المائية أو البرية مسئولية كبيرة طبعا يعني عاوز أقول لما يتخرج اللي دخل في هذا المجال لازم يتحمل المسئولية حيشتغل كمان على طول بزبط فأنت كده بتأهله لسوق العمل 100% ولذلك لازم نفكر إزاي نقدر نوطن بقى التكنولوجي يعني احنا مثلا اللي احنا بنعمله ده بنعمله من حوالي 35 سنة وبعدين ما بنعملهش في أي مكان احنا بنعمله في أمريكا وكندا يعني بالنافس أكبر الشركات العالمية بالنافس الشركات اللي هي حجمها أكبر مننا بكتير بس المهم مش الحجم أو المال المهم قيمة المنتج واحنا متفوقين فيها الحمد لله التفكير والإبداع الزبط وإيجاد حلول وإيجاد بدائل وإيجاد يعني أشياء ابتكارية كتيرة ما هو الشاب حضرتك اللي احنا بنتكلم عليه ده ده حتى لو ما كانش عنده أموال في البنك بس أمواله في ذهنه طبعا اللي بيها هيقدر يعمل كل حاجة هو احنا عادة يا دكتور بنقول انه التعليم هو أكبر وأفضل مشروع لأي أسر يعني أنا لو بعلم أولادي النهاردة تمام وأنا يعني بحط كل ما أملك في تعليم أولادي بحيث أن هما يفضلوا أفضل وأحسن أنا عملت كنز جواهم وحضرتك في هذه الحالة تشيل العبء من الدولة طبعا لأنه هو قادر يعني ممكن يكون مثلا ثلاثة أربعة ومثلا جارين مكتب صغير وعندهم سوفتوير أو اتنين أو تلاتة من المجال اللي هم يحبوا يشتغلوا فيه ويبتدوا ياخدوا مشاريع فالدولة لازم تشوف الطريقة أنها هتدلهم بعض المشاريع لأنه المشايدروا يروحوا نفسه هل مثلا المشروعات دي اللي حضرتك بتقولي أنه الطلبة يبدأوا مثلا يعني حتى وإن كان في السنة الأخيرة فأيا كان يعني لو أنت إحنا مثلا علشان حضرتك تخصصك في الهندسة الإنشائية فإحنا بنتكلم عن الهندسة الإنشائية لو ده موجود في السنة الأخيرة ولكن إنت عايز يبقى موجود في كل الجماعات في كل الجماعات وكل التخصصات وبدري عن السنة الأخيرة آه يعني بنتكلم من سنة تانية بداية التخصص ممكن يعني هو طبعا ممكن المسؤولين يفكروا في الموضوع ده بس إحنا مثلا في كندا وامريكا بيبتدوا سنة أولى يعني أول ما دخل بيبتدي يتعلم حاجة بسيطة وبأصل التكنولوجي دي اللي هي أخذت 35 سنة عشان نبنيها ما هي دي أجزاء ما هي دي اللي بتخلي الدول المتقدمة تقفز يعني يعني فإحنا عاوزين نقفز معها كمان حضرتك يعني يعني مشاركة مثلا سيدة الوزيرة نبيلة مكرم بالأفكار اللي عندها يعني أنا كتير لما بكلم معها في التكنولوجي أنا بتعلم منها بالأفكار دي مفروض على المستوى ده على المستوى الرئاسي تتنقل للوزارات المختلفة للوزراء المختلفين وبعد كده لازم يبقى فيه قرار يجاي من رئيس الجمهورية يجاي من رئيس الوزراء وهكذا بحيث أن احنا بنتكلم على توطين التكنولوجي طب هنوطنها ازاي لو احنا النهاردة مش عاوزين نعملها بس هي يعني خلينا نقول سورة حضرتك هي مع يعني الوزيرة الدقوبة النشيطة التي تقدم أفكار كثيرة الحقيقة يعني عايزة برضو أقول لحضرتك أنه هل فيه يعني المبادرة اللي حضرتك بتقدمها هيكون فيه بقى زي بريزنتيشن وشغل فيه حيث من أبرز المشاركين في مصر تستطيع هو حضرتك أنا عملت بريزنتيشن لما حصلت الدعوة لعلماء مصر وأنا مش عاود صبعا أتكلم عن نفسي أو أفتخر بنفسي الموضوع مش كده خالص أنا بتكلم عن الشباب لكن طبعا يعني وجدت أن فيه اهتمام شديد من الجميع ده حتى الله يرحمه الفريق العصار أنا اجتمعت معاه على الموضوع ده بالذات بس احنا عاوزين نوصل لمرحلة أن فعلا نبتدي ننفذ الكلام ده يعني خلاص تقريبا الموضوع ده معروف زائد أنه هو اتجاه الدولة يعني الرئيس السيسي عاوز توطين التكنولوجيا لازم مختلفة ده حقيقة يعني أنا مثلا الأسبوع اللي فات كان عندي دعوة أن نحضر في الهيئة الهندسية توطين موضوع تاني خالص ما لهش علاقة بموضوعنا اللي هو إلكتروميكانيك وتعلمت كتير جدا لأن شفت إيه اللي بيحصل يعني فيه حاجات بوزيتيف وفيه مشاكل لازم تتحلق وهكذا فالواحد تتعلم وبعدين السيستم اللي هو هيعمله لتوطين حاجة وهو ممكن يستخدم لتوطين حاجة تانية يمكن معرفش حضرتك كان عندك فرصة تتابع أسبوع يعني أسبوع إنجازات الصعيد اللي كان موجود فيها السيد الرئيس ومر فيها على محافظات الصعيد وكان بيهتم حتى بالمزارعين إن هما يدخلوا على جداول التنمية والابتكارات والتحديث بشكل عام فأعتقد إنه يعني الدولة المصرية كلها بتدور على نفس الشيء يعني إحنا بنتكلم على مصر الرقمية مصر اللي بتروح لمنطقة تانية يعني في نفس الموضوع يعني لبنتكلم على الزراعة النهاردة الزراعة ممكن تتعامل على الأرض أو ممكن يصمم لها بعض الهياكل أو منشآت وبيعملوا الزراعة وديه في البلاد اللي عندنا الباردة أو اللي حاجة يعني كل الموسم وحتى في البلاد زي نظام الصواب زي بمصر بتعمل الصواب فنشوف المهندسين اللي هما هيصمموا الصواب بأشكال أو نعوة طالفة اللي هما في الصعيد مثلا يعني كل مجموعة من مهندسين زي مشروع مصر مثلا 100 مليون اللي تم فيه زراعات كثيرة جدا فممكن إن إحنا نطبقه في أماكن كتيرة حتى لو ما كانتش على أرض زراعية تقصد آه طبعا الأرض الصحراء ده ده هي يعني ومتاخدش يعني بالذات الأراضي اللي هي مش زراعية يعني الأراضي الزراعية ممكن بس كمان ممكن وبطريقة أخوة كمان الأراضي غير صالحة للزراعة كمان الصحراوية مثلا آه طبعا ومصر فيها نسبة أراضي صحراوية عظيمة يعني فالمهندسين اللي طالعين من جماعات في أي مجال يعني بنقول مباني كباري أبراء كهرباء ممكن ناس تزرع الأسطح آه السلام تبقى حاجة بديعة في بلاد بيعملوها بس طبعا الحاجات اللي زي كده محتاجة بقى طبعا يعني علم سليم عشان ما يحصلش انهيارات أو مشاكل في المباني عشان الميا فهنا محتاجين المهندسين برضو طبعا فدي يعني هتبقى فرص عمل موجودة زاد ان احنا عاوزين ما ننساش نقطة مهمة جدا اللي هي عاوزين نصدر لأفريقيا والبلاد العربية طبعا هنصدر لأفريقيا ازاي لو احنا نفسنا مش عاوزين نوطن التكنولوجي ونستخدمها في المشاريع القومية مهنقدرش بس نعمل مشاريع طب وعملينها بايه بأنه تكنولوجي كمان ده أسئلة تتسئل طبعا اللي هم تعود على تكنولوجي معينة هيدافع عنها وهكذا بس انا ما بتكلمش انا بتكلم على مشروع وطني ما بتكلمش على مشروع معين أو هذا طبعا فدي تحتاج رؤية عليا من ناس عندهم القدرة على تحليل هذه الأمور ويدرسوا ايه اللي موجود ايه اللي مستخدم و ايه اللي ممكن نعمله مثلا بتكنولوجي زي اللي احنا بننتجها من 35 سنة طب ما زي مثلا الكهرباء لانه مصر قطعت شوت في الكهرباء بشكل كبير تمام وبقى فيه استقرار وبقى فيه يعني تنوع وبقى فيه عندنا زي ما نقول النور المستدام والمتجدد والطاقة المتجددة يعني فاعتقد ان احنا ممكن ده كمان نضيف عليه البرمجيات فتقفز فوق القفز اللي انت قفزتها حضرتك احنا لما طبعا يعني في المجال بتاعنا احنا بنعمل تحليل تصميم بس احنا حاليا بنركز كتير قوي على بعض التصميم نعمل ايه نقف لا احنا بنكمل البرنامج دلوقتي بحيث نروح للتصنيق للصناعة ففيه زي مثلا هايدرو كيباك في كندا اللي هما كان المشروع مثلا بياخد منهم سنة جوم قابلونا على اساس نقدر نعمل التكنولوجي ان يصمموا الكلام ده ويصنعوه في خلال اسابيع مصر محتاجة الكلام ده كمان بس ده جديد جدا يعني احنا حاليا بنعمل تجارب على هذه التكنولوجي ومصر هتحتاجها برضو ففيه فرص كبيرة الحقيقة كلها الحاجات يعني بجد يعني يعني فيها كده أمل فيها علم فيها يعني تكنولوجي فيها تكنية جديدة ممكن نروح لها نتمنى بجد وأنا سعيدة وجود حضرتك وسعيدة بكل يعني كل يعني مبدع وعالم ودكتور ومتخصص من أبناء مصر اللي يقدروا فعلا ياخدوا مصر معاهم لأن وكيد مصر تستطيع بجد وحضرتك يعني أنا مش المسأل الوحيد يعني عشرات من المصريين اللي هم موجودين في الخارج العلماء اللي ليهم تراك استوري ما نتكلمش على واحد لسه بدأ حاجة طبعا فإن شاء الله تقدروا تتوصلوا بأبيهم وإن شاء الله نساعد البلد أكيد أنا بشكر حضرتك يا دكتور ألف شكر نورتنا وشرفتنا شكرا أهلا بيك دايما في مصر مصر تستطيع بكل رموزها وكل ولدها شكرا لك يا دكتور شكرا حضرتك كلام كتير حلو كلام فيه معلومات كلام فيه أفكار دايما الأفكار والإبداع لما بيتنفذ أكيد نقدر نوصل لحقب كمان مختلفة تلاقي مصر أحيانا الناس اللي بتيجي بتقولك إيه ده مصر اتنقلت نقلة تانية إحنا عاوزين كمان ننقلها تانية وتالتة وربعة يعني فاصل قصير وحنعود الحقيقة أنا سعيدة إنه حيشرفني النهاردة لقاء الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأحب أسعيدة باللقاء معايا أرجوكم كملوا معنا بعد قليل في التاسعة اشتركوا في القناة